اشتركوا في القناة السابقة كنا عملنا حلقات التلفزيون المصري والتعليم الفني عملنا حلقات اسرائية عن تعريف كل التخصص مننا ومن السادة الزملاء والمواد اللي بتتشرح في التلفزيون المصري في قناة التعليم الفني كنا في شرحنا في مواد قسم التركيبات والمعدات الكاربية حلقات إثرائية عن مادة الآلات ومادة الرسم وزملان الأفاضل شرحوا بقية المواد في كيفية التعريف بالمادة ودرجاتها وكيفية مذاكرتها وفكرة عامة عن المادة أو المواد إن شاء الله اللي تدرسوها هذا العام يارب يكون فتحة خير علينا وعلى بلدنا جميعا بإذن الله أبنان وبناتنا النهاردة حنبدأ مع بعض أولى حلقات مادة الآلات الكاربية والوقاية وهي مادة من المواد زي بنقولها كده في الحالة العملية من المواد التقيلة في قسم التركيبات والمعدات الكاربية مادة الآلات بتنقسم إلى قسمين إلى مادة الآلات هي مادة نظرية وتكمل مع التدريبات العملية ومادة المعمل والمعمل بيبقى فيه طبعا إجراء التجارب في معمل اللاب فولت اللي موجود تقريبا الوزارة المغفراء فحوالي يمكن 95% من مدارس التعليم الصناعي على مستوى الجمهورية أبنان وبناتنا هنبدأ زي ما بدأنا في الحلقات الإسرائية ولكن بالشرح بمعنى إن احنا مش هنعرف ونسكت لا هنعرف ونشرح ونشوف ونسأل ونجاوب إن شاء الله على حضراتكم في أي استفسار سواء على قناتنا قناة التعليم الفني في التلفزيون المصري أو على قناة التعليم الفني في اليوتيوب في مصادر كتير للتعلم وحضراتكم حاليا في الدبلوم أولها ودي بنقولها دايما الكتاب المدرسي الكتاب المدرسي لا غنى عنه هو المصدر الرئيسي لمادتك العلمية ثانيا شرح السادة الأفاضل الزملاء في المدارس ثالثا وبالتناوب قناتنا في قناة التعليم الفني وقناة التعليم الفني على اليوتيوب وبإذن الله بالتوفيق لكم جميعا وإن شاء الله هنكون مستعدين للإجابة على أي استفسار أو أي سؤال يخص المادة إحنا والزملائنا الأفاضل اللي معنا أبناء ومناتنا هنبدأ إن شاء الله في مادة الآلات وأول باب هنبدأ فيه ألا وهو المولدات المتزامنة أو المولدات التوافقية المولدات التزامنية أو التوافقية هناخد أول كلمة منها ألا وهي المولدات حضركوا في الحياة العملية وخدتوا كلام ده في الصف الثاني أو الصف الأول الدينامو ما هو الدينامو؟ الدينامو الطالة العربية تمام؟ يحول الطاقة الحركية والميكانيكية إلى طاقة كاربية تعريف المولد ببساطة جدا تعريف المولد هو آلة تحول الطاقة الكاربية الطاقة الحركية أو الميكانيكية إلى طاقة كاربية جزئية عايزين نعرفها لأن حضراتكم إن شاء الله يعني بالتوفيق لكم جميعا وتخربوا للحالة عملية كلها كم شهر أو للدراسة فيه فرق ما بين كلمة آلة وكلمة جهاز وإحنا قلنا هذا الكلام في الحلقات الإثرائية في قناتنا هنا في قناة تعليم فني الآلة بها أجزاء ثابتة وأجزاء متحركة يبقى لما أقول لحضرتك المطور هتقول لي آلة جزء متحرك وجزء ثابت الموالد هتقول لي آلة جزء ثابت وجزء متحرك التلفزيون هتقول لي جهاز ساكن جهاز ليست بها أجزاء متحركة المحول وإحنا خدنا هذا الكلام في الصف الثاني هو جهاز كهرومغناطيسي ساكن لأن المحول جهاز يبقى كلمة آلة قعدة كلمة آلة فيها جزء ثابت وجزء متحركة الجهاز تبقى أجزاءه بنسبة جديرة جدا ثابتة يبقى تعريف المولد هو آلة تحول رب عليكم الطاقة الحركية أو الميكانيكية إلى طاقة كهربية طيب المولد عشان يطلق لنا كهربا يخترق الكهربا أكيد في نظرية بنية عليها الأول تعالوا نشوف تعريف المولد وبعدين نعمل ونشرح مع بعض منطوق نظرية توليد التاريخ المتردد ونبتدي نشرح مع بعض أبنائنا وبنائنا تعالوا نشوف مع بعض كده أول جزءية معانا هنا هو آلة هو آلة تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية طبعا ممكن نقول الحركية الجزء الثاني بالنسبة لي تبنى نظرية توليد التاريخ الكهربية المتردد على قانون فرضاي الذي ينص على أنه تعالوا نشوف كده قانون فرضاي هجيبه لنا إزاي هنا على شاشتنا الجميلة يقول لي إذا قطع موصل ساحة مغناطيسية فإنه يتولد بالموصل قوة دافعة كهربية تكون أكبر ما يمكن عندما تكون زاوية القطع تساين هنشرح مع بعض القانون وحدرككم من هذا القانون هنطلع منه 3 4 5 أسئلة لو بصيتم مع بعض كده وإحنا بنقولها حتى يدويا بالإيد إذا قطع يعني إيه؟ إذا قطع يعني إيه؟ هنا في حركة إذا قطع موصل ساحة مغناطيسية كده كم حاجة؟ برضى عليك 3 حاجات حركة وموصل وساحة مغناطيسية فإنه تتولد تتولد القوة الدفعة الكهربية وتكون أكبر ما يمكن عندما تكون زاوية القطع تساين درجة قانون فرضاي يحتوي على خمس عناصر قطع بحركة موصل ساحة مغناطيسية قوة دفعة كهربية جيب زاوية القطع قطع يعني إيه؟ برفع عليكو حركة رقم 2 موصل رقم 3 ساحة مغناطيسية رقم 4 تتولد قوة دفعة كهربية رقم 5 جيب زاوية القطع طيب ماشي نجاوب على البنتنا هنجاوب يعني نزل معنا ذلك يا مصر إنه هنقول العوامل توقف على استنتاج القوة دفعة كهربية في موصل برفع عليكو هنبتلي نطلع من القانون الأسئلة المتوقعة في الانتحال تعالوا نشوفها مع بعض كده على شاشتنا هتطلع لنا إيه؟ في الجزئة اللي جاي العوامل بص على طول بنتنا قالت إيه؟ العوامل التي يتعقف عليها استنتاج القوة دفعة كهربية في موصل وهي كالآتي احنا قلنا كم حاجة؟ أربعة طيب ما تيجي نقولهم مع بعض كده؟ رقم 1 حركة الموصل لسرعة الموصل ويرمز لها بالرمز N وحدتها اللفة على الدية رقم 2 طول الموصل ويرمز لها بالرمز L وحدتها المتر رقم 3 كثافة الفيد المناطيسي ويرمز لها بالرمز B وحدتها التسلا أو الوبر على المتر المربعة رقم 4 جيب زاوية القطع ويرمز لها بالرمز سين أوميجا T حيثو حيثو الأوميجا السرعة الزاوية وT الزمن الدوري يبقى احنا هنا خدنا قانون فرضاي والعوامل التي تتوقف عليها استنتاج القوة دفعة كربية في موصل وقلنا الأربع حاجات طيب ايه رأيكم في الشرح بتاعها حيكون كالآتي اللي هو تركيب المولد المولد يكون فيه عضو لاستنتاج المنتج والثابت والأقطابية العضو الدائر يبقى أنا عندي نوعين من المولدات مولدات زاو المنتج ثابت ومولد زاو المنتج دائر احنا بنقول يفضل بعد كده فيه سؤال وإحنا قلنا في الحلقات الإسرائيلية كتير ودايما بييجي فيه الامتحانات مولد زاو المنتج ثابت ومولد زاو المنتج دائر أول حاجة عندنا مولد يكون فيه عضو لاستنتاج المنتج ثابت والأقطاب هي العضو الدائر طب دي تبتاز بايه؟ قالت امتاز هذه المولدات بقدراتها الكهربية الكبيرة وقد تصل إلى 1000 ميجا واط ودي موجودة في السد العائي والجهد يصل إلى 33 كيلو فولت وهذا النوع طبعا شاء الاستعمال وهنقول ايه مميزاته بعد كده في ديها بالظبط دي أنواع المولدات اللي هي الطائر المنتج النوع الثاني اللي هو مولد يكون فيه عضو لاستنتاج هو العضو الدائر والأقطاب المناطيسية هي العضو الثابت وده بيستخدم في حالات خاصة جدا وقدرات صغيرة وجهد منخفض وهو غير شاء الاستعمال الكلام ده هيتفهم قوي من الشرح بالنسبة لنا في الطريقة اللي جاية اجد الطريقة اللي جاية السؤال بيقول وهتركزوا معايا أبنانا وبراتنا لأن السؤال ده بييجي على كذا صغيرة هنقوله بالمنطوع السؤال طالع على شاشتنا يفضل أو علل يفضل أن يكون المنتج هو العضو الثابت في المولدات التفقي طيب احنا مش جايبين السيغة التانية ايه رأيكم تكتبوها معنا بعض كده يفضل أن يكون المنتج هو العضو الثابت في المولدات التفقي هقول لك السؤال بسيغة تانية علل يفضل أن تكون الأقطاب هي العضو الدائر في المولدات التفقي طيب سؤال تاني بيقوله ناثري أو بالجريدة كده ما هي مميزات المنتج الثابت في المولدات التفقي خدت بلك من الثلاث سيغ ثلاث سيغ لسؤال واحد والإجابة الإجابة هنشوفها مع بعض مع شاشتنا هنا على طول أول إجابة هتقول كالآتي سهولة تثبيت وربط وعزل ملفات المنتج وعزل أطراف يا جيدا هذه واحد سهولة تثبيت وربط وعزل ملفات المنتج وعزل أطراف يا جيدا رقم اثنين سهولة الحصول على الطيار الكهرابي المستنتج بجهود عالية من أطراف المنتج إلى الدائرة الخارجية مباشرة رقم ثلاثة توفير في حجم حلقات الاندلاق وسهولة عزلها جيدا حيث تستخدم لتغذية ملفات الأقطاب بطيار مستمر لو تغير انتكارا ذو جهة منخفض نشوف اللي بعدها اتزان المولد وعدا تعرض الملفات المنتج للتفكك نتيجة الحركة الدورانية بنوننا الاتزان الكهرودينامي إذا إجابة السؤال أربع بنود يفضل أن يكون المنتج هو العضو الثابت في المولدات التوافقية أو بصيغة تانية يفضل أن يكون الأقطاب هي العضو الدائر في المولدات التوافقية بصورة نشرية ما هي مميزات المنتج الثابت في المولدات التوافقية أول حاجة قلنا التوفير في حجم حلقات الانزلاق سهولة عزل وربط الملفات الاتزان الكهروديناميكي سهولة الحصول على قدرات عالية من المولد دي أحد الأسئلة المهمة جداً أبنائنا وبناتنا في الامتحانات وبنقولها من بداية المنهج من بداية المنهج نبتدي نركز على بعض الحاجات ونذاكر كل المنهج ودي تبقى ملحوظة معنا تعالوا نشوف مع بعض كده طرق الحصول مولدات الطيار المتردد على الطاقة المحرك أبنائنا وبناتنا لما قلنا قانون فراضاي احنا قلنا إذا قطع احنا عندنا هنا إيه حركة هل حركة جميع المولدات حركة واحدة هل كل المولدات بوفر لها طريقة واحدة لإدارة الحركة ألاق طبعا حسب القدرة وحسب الاستخدام وحسب المكان على سبيل المثال في مصر عندنا السد العالي الطاقة المحركة لمولدات الطيار المتردد ديناك إيه مساقة المياه اللي يبنون عليها طاقة الوضع طاقة الوضع اللي يمساقة المياه باستغل الاندفاع المياه أدور التوربين بتاعي التوربين يدور لي المولد تقدمت العلوم في اختراع الكارابة استخدموا الطاقة النووية اللي هي انشطار النواة لتوليد الطاقة الكارابية عملوا حاجات تانية إيه هي طاقة الرياح إزاي قال حضرتك لما بتطور الطحونة أو المروحة عن طريق الهوى مش دي بالدور على نفس عمود الإدارة بحط الدنامو بتاعي وإحدى الدول عملت حاجة استغلال جميل جدا يا رب أبناني وبناتنا يدوننا الأفكار فيها الطرق السريعة الطرق السريعة حطوا توربين مروحي في النص العربية هي بتجري بتدور التوربين يدور المولد ينور الشارع كده أصبح ما فيش هيبقى على الدولة يبقى أول حاجة اللي هي طاقة الوضع اللي احنا قلنا ما ساقط المياه رقم اتنين الطاقة النووية رقم تلاتة طاقة الرياح رقم اربعة الطاقة الحرارية الطاقة الحرارية أبنانا وبناتنا كلنا بنستخدمها دينامو العربية المطور بيدور بإيه بالسولار أو الغاز أو البنزيم يعني فيه احتراق داخلي صح؟ المطور لما بيدور بيدور مع مين؟ الدينمو اللي هو المولد جنريتور وبالتالي بيطلع كهرباء يبقى هنا أنواع الآلة المديرة في المولدات التوافقية عندي أربع طرق الطاقة طاقة الوضع اللي هي مساقط المياه والطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية ما تيجي نكتبهم مع بعض عشان ما ننسوهمش تعالوا نشوف كده الأربعة مع بعض طرق الحصول المولدات المتردد على الطاقة المحركة رقم واحد طاقة الوضع عن طريق مساقط المياه رقم اتنين الطاقة النووية طاقة الرياح ثلاثة الطاقة الحرارية يبقى عندي كم طريقة؟ أربع طرق للحصول على الآلة المديرة أو الآلة المحركة للمولد المولد أبنانا وبناتنا تعالوا نشوف بعض التوربينات التوربينات زي الآلة المديرة للمولدات تلفزيوننا هنا جميل جابنا لأشكال قادي الآلة المديرة والدينامو بالنسبة لي وابتدي ياخد الكهرباء من هذا الشكل نوع تاني من اللي هي التوربينات ودي التوربينات بقى على الصورة الطبيعية طبعا مش شغالة في اللاحظة دي كان فيه سيانة والعمال وديك شايفينهم هنا على عمود الإدارة قادي التوربين وقادي المولد في الآخر خالص التوربين بيدور والمولد بيطلع الكهرباء بطرق هندسية معينة صورة تانية من الصور ده دينامو صغير بيدور عن طريق بعض الآلات الكهربية زي المحرك السنتاجي وده فيه توربين تاني برضو صورة صغيرة ودي على فكرة المجموعة دي بنستخدمها في المولدات في الأفراح هتلاقي الراجل جايب لك المطور بتاع الجرار وحاطت عليه الدينامو وجايب هنا الأمبير بتاعه والفولت على أساس يقرى الطيار والجهد بالنسبة له فيه صورة تانية اللي هو المجري التوربين المجري تمام فيه كمان بعد كده هنبتدي نشتغل على اللي هي الديناموهات الصغيرة جداً اللي هي مولدات للعربيات حبصة تلاقي هنا الدينامو بيه الملفات بتاعته وقادي الأكس بتاعه وحلقات الانزلاق وديكوا شايفينها من النحاس واتحط مع مطور العربية مطور لما بيجي يشتغل بيشتغل عن طريق السولار أو الغاز أو البنزيم الدينامو بيشتغل ويطلع لك الكهرباء وبالتالي بتنور العربيات وتلاحظ أن كلما زادت السرعة في العربيات الإضاءة بتزيد ولذلك بربو عليك بربو عليك رجعنا القانون فراضاي إن احنا بنقول إذا قطع يعني الحركة هنا عامل مؤسر اللي هي السرعة بتاعت إذا قطع موصل ساحة مغناطيسية فإنه يتولق ودفع كاربية يبقى العوامل المؤسرة في توليد الطيار المتردد أول وحدة الحركة الحركة بتاعت هنا وإحنا قلنا مثال بسيط سرعة العربية ولو بسطنا أكتر العجلة دينامو العجلة الصغير جدا وإنت بتزود السرعة الإضاءة بتألمها بتبقى شديد يبقى هنا معنى ذلك أن السرعة من العوامل المؤثرة في استنتاج القوى الدفع الكارب إحنا جبنا مناظر التوربين طبعا في زيارات بتعملها المدارس لأماكن أو شبكات محطات التوليد ودي زملانا الأفاضي بيعملون السد العالي إحنا جبنا التوربينة كبيرة قوي اللي هي كان العمال بيعملوا الصيانة كانت شكلها كبير جدا حضراتكم الحاجات دي إحنا بنحاول نقرب المادة العلمية لواجهة نظاركم إن شاء الله لما تطلعوا الحياة العملي بعد كده هنبتدي نشوف شكل الموجة أنا خدت في الصف الأول والصف الثاني الموجة الجايبية الصين ويف تأتي على إنها وجه واحد الزاوية بينهم تسعين درجة طب أنا عندي هنا أنا بقول المولدات التوافقية السلاسية الأوجه يعني قدرات في طبعا منها قدرات صغيرة شكل الموجة الجايبية للسلاسي الأوجه هيبقى عندي تلات ملفات تلات ملفات الزاوية بين كل ملفه والآخر كام برافو ولادنا صحيو حضرتك قلتها لنا في الحلقات الإطرائية أنا عندي الزاوية الدائرية للموجة الجايبية تلتمية وستين درجة صح أقسمهم على عدد الملفات يبقى الزاوية بين كل ملفه والآخر مية وعشرين درجة قاعدة وخدناها في الصف الثاني ولكن إحنا هنحتاجها كتير جدا في مناهجنا هذا العام المناهج مرتبطة ودي من إحدى مميزات الوزارة في تطوير المناهج ربط المناهج الصف الأول والثاني والثالث مع بعض لتكملة العقل المصري بالنسبة تعالوا نشوف مع بعض شكل الموجة الجايبية ومش هتكلم على الزاوية احنا عرفنا جات منين تلتمية وستين نقدار الزاوية الدائرية على تلات ملفات ينتج مية وعشرين درجة تعالوا نشوفها مع بعض كده شاشتنا الجميلة مطلعها ازاي قادي بالنسبة لي خدنا هنا الزاوية الدائرية كام تلتمية وستين درجة بدأ من الصف مية وتمانين وكمل هنا على التلتمية وستين لو لاحظنا هنا قادي اي واحد اي اتنين اي تلاتة البداية بتاعت من هنا على اي واحد اقصى قيمة عند زاوية تسعين قادي تطبيق قانون فرضية فعلا ده هو قال لي اقصى قيمة هنا الفي ماكسما بالنسبة لي تلتمية وستين درجة فعلا ايه قادي الاولاني من صفر لغاية مية وتمانين وبعدين كمي للتلتمية وستين كده وجه الوجه التاني اللي هو اللون الأصفر جايب منين اه دي جايب هنا متقدم متقدم بالنسبة لي وقاطئ معايا هنا اقصى قيمة له عند زاوية تسعين وبعدين مكمل الوجه التالت متأخر بالنسبة لي هنا بنفس الطريقة اقصى قيمة عند زاوية تسعين ركزوا مع بعض كده ابنانا وبناتنا اقصى قيمة للثلاثي الاوجه او الوجه الوعد عند زاوية كام تسعين درجة طب يا مصر ده كده فيها شورة كتير وشرح طيب حضراتكم لو جبناها بالشكل ده تعجبكم ايه رأيك ادي الاي واحد الفرق بين الوجه الاول والوجه الثاني 120 درجة فرق بين الوجه الثالث والوجه الثاني 120 درجة وبين الوجه الثالث والاول 120 درجة هنا heroes على الموجه الجايبية بالنسبة لي كزاوية دائرية مجموعة 360 درجة برضو مطلوب من حضرتك فهم الموجه الجايبية وكيفية رسمها لان ان شاء الله بالتوفيق لكم جميعا في المعاهد والكليات بعد انتحانات الدبلومات بالتوفيق هترسم الكلام ده وتبتدي تفسر تعالوا نشوف مع بعض كده قد تبالكو هنا واضحة اكتر الشاشة كبرتها لنا بحيث انها تبان اوي الزاوية الدائرية كام 360 درج فرق بين كل وجه والاخر 120 درج نشوف بعد كده الجزئية اللي موجودة تركيب الموالدات المتزمة للطيار المطرد ابنائنا وبناتنا نركز اول كلمتين حنقولهم عضو ثابت وعضو دائر لان احنا في تعريف الموالد قلنا ايه هو آلة والآلة جزء ثابت وجزء متحرك يبقى هنا في قاعدة بالنسبة لنا في المذاكرة حتى ان كلمة آلة جزء ثابت وجزء متحرك تعالوا نشوفها بعد كده هنا آدي الآلة بتاعت العضو الثابت رقم اثنين العضو الدائر هنبتدي نمسك ونشرح مع بعض العضو الثابت يشتمل على ايه ووظفته ايه العضو الثابت يشتمل على ثلاث حاجات نقولهم كده مع بعض الهيكل الخارجي رقائق العضو الثابت ملفات العضو الثابت ثاني ثاني العضو الثابت يشتمل ويفضل ان يكون هو برفع عليك المنتج برفع عليك المنتج او ما حضرتك في بداية الحلقة قلنا هذا السؤال يفضل ان يكون المنتج والعضو الثابت صح المنتج هو يفضل ان يكون العضو الثابت والعضو الثابت يشتمل على الهيكل ورقائق العضو الثابت وملفات العضو الثابت العضو الداير ينقسم لنوعين نوع اقطاب برزة واقطاب غطس تمام تمام تعالوا نشرح العضو الثابت وبالتفصيل وبرضه منتظرين اي استفسار لحضراتكم باذن الله العضو الثابت يشتمل على ادي تركيب شامل للمولد طبعا هو فيه الكتاب الوزارة على هيئة المحرك ولكن احنا قلقى قطاع بالنسبة له ادي العضو الثابت واد العضو الدائر من الداخل صورة تانية هنا هجيلك جميلة جدا وبرضه بالنسبة لك بالالوان هنا بالنسبة لي برضو احنا جايبين لان تركيب المحرك يقارب مش تماما زي تركيب المولد بس بنبين العضو الثابت والعضو الدائر طبعا احنا لو عايزين تركيب المولد بالتفصيل بالكامل ودي موجودة في مادة الرسم الفني موجودة في مادة الرسم الفني بالتفصيل نقطة نقطة ادي العضو الثابت الهيكل من بره خالص وادي حلقات التعليق حلقات التعليق لو انا في مكان عالي بعلي او بعلق المولد منه هنلاقي هنا عمود الدوران وعمود الدوران هنا بالنسبة لي ملفات العضو اللي هي ملفات الاقطاب ملفات العضو الثابت هتبقى من الداخل من جوه كل نقطة بالتفصيل موجودة هنا بنتكلم عليها وحنتكلم عليها كشرح وادي حلقات الانزلاق وهنا بالنسبة لي المفروض تبقى هنا الفراش الكربونية تبقى الكلام ده نعرف نكتبه حاضر استعجلتوا علينا ليه حاضر يلا نكتب مع بعض ونشوفها كده مع بعض على شاشتنا الجميلة هين تفضل الجسم الخارجي للمولد شبكة في غطاء المولدات للتهوية مروحة يعني رقم تلاتة غطاء كراسي المحور اربع حلقة مسافر تحديد الدوران عمود الدوران كرسي محور اللي هو رمان البالي كراسي المحور بالنسبة لغطاء كراسي المحور حلقة الغطاء الواقع للرفع وجه غطاء المولد العضو الدائر غلاف حلقات الأقطاب حلقة القطب المغذي حامل لصورة المروحة الغلاف الخارجي صفائح المنتج وملفاته بالتفصيل الصورة هتبقى قدام منك والشرح ابتهى كمان قدام منك وزيادة حنشرح كل جزء الواحدة تعالوا نشوف مع بعض كده ازاي حنبدأ بالعضو الثابت العضو الثابت هو العضو الذي يحمل ملفات مرافو عليك مرافو عليك ملفات المنتج التي يتولد بها الطيار الكرابي يبقى ملفات العضو الثابت هي المسؤولة عن توليد القوى الدفعة كرابية وهذا يفضل وإحنا قلنا السؤال بتاعه العضو الثابت والعضو الذي يحمل الملفات التي يتولد بها الطيار الكرابي قادي العضو الثابت العضو الثابت منبرأ الهيكل ثم رقائق العضو الثابت على هيئة السوانو طبعا تشرحها بالتفصيل وهنا المجاري مشكوك في داخلها هنا المجاري نحط نوضع بها ملفات العضو الثابت تعالوا نشوفها مع بعض كده تاني يتركب العضو الثابت من الهيكل الخارجي رقائق العضو الثابت ملفات العضو الثابت تعالوا معايا كده ونشرح وجها لوجه الهيكل الخارجي لو انا قلت يصنع من مادة غير مغناطيسية تقدر تقولي الاجابة ايه؟ اه ما انا لو حطيت ايدا عندنا واشغال ما بالكهرابش رفع ليك لا يتأثر بالمجالات المغناطيسية العضو الثابت يصنع من مادة غير مغناطيسية طب احنا محترفين دي احنا كهربة تقول مثلا الصلب الملحوم او الالمونيوم تمام وظيفة الهيكل افتكر وظيفة الاميس اللي حضرتك لابسه حماية الالة من الصدمات الخارجية طب وفنيا حمل رقائق وملفات العضو الثابت نقوله تاني الهيكل الخارجي يصنع من مادة غير مغناطيسية ما بين قصين الصلب الملحوم او الانتيمون او الالمونيوم وظيفته حماية الالة من الصدمات الخارجية اتنين حمل رقائق وملفات العضو الثابت الهيكل خلص رقم اتنين رقائق العضو الثابت تصنع من برافو عليكم انتو الاتنين مع بعض بناتو صبيان برافو عليكم اي رقائق لأي جسم كهرابي تصنع من شراح الصلب السليكوني المعزول عن بعضها برافو عليكم لو انا اقول تعلم ممكن اجابة اخدناها يا مصر في سنة اولى واخدناها في سنة تانية لتقليل الطيارات الاعصارية الاعصارية ومفاقيد الحديدية للاهمة بقل المفاقيد الطيارات الاعصارية والمفاقيد الحديدية برافو عليكم طب حضراتكم دي زيادة بقى كده نغشاشها شوية حضراتكم لما ان شاء الله في المعاهد وكليات في سبيكة انقة اسمها سبيكة البيل مالوي المفاقيد المعناطسية بتاعتها قليلة جدا في مجال دراستنا احنا بنديلك البداية حتى توسع وتاخد علم اكبر وشاهدة اكبر هتاخدها ان شاء الله في المعاهد الصناعية وكليات الهندسة وكليات التعليم الصناعي يعني فيه تطور بيحاولوا دايما الكلمة او الاساس للصناعة كفاءة عالية وتكاليف اقل ومفاقيد اقل فهم بدأوا بالصب السيليكوني يحسنوا وبعد كده فيه سبيكة البيل مالوي يبقى هنا قلب العضو الساكن قلب المنتج رقائق العضو السابت كلها مسميات واحدة تصنع من شراح السلب السيليكوني المجمعة والمعزولة عن بعضها على هيئة دوائر مشقوق بسطحها الداخلي مشقوق بسطحها الداخلي مجاري طولية مجاري طولية وهذه المجاري منها ثلاث اشكال نجرى مفتوحة ونصف مفتوحة ومغلقة وتوضع بهذه المجاري ملفات العضو السابت ملفات العضو السابت تصنع كلنا عارفين السلك يصنع منين من سلك النحاس الاحمر المعزول طب حضرتك شرحته لنا كده عايزين نكتبه طب شاشتنا تورينا تعالوا نشوف مع بعض كده ايه توصل ملفات العضو السابت بعد اتمام عملية اللف اما على شكل نجمة لالستار واما على شكل دلتا وعموما تفضل وده سؤال تفضل توصيلة النجمة للموالدات التوفقية للاسباب الاثين هوصل نجمة ايه هوصل نجمة ايه واحد في حالة توصيلة النجمة تكون قيمة جهد الوج مساوية لقيمة جهد الخط مقسوما على جزر ثلاثة يعني الفي ال لجهد الخط بتساوي بفاز في جزر ثلاثة اي ان قيمة جهد الوج تساوي خمسمية سبعة وسبعين من الف من قيمة جهد الخط وبالتالي هي دي المهمة بالنسبة لنا وبالتالي تقل عدد اللف وفر في السلك في حالة توصيلة النجمة بمقدار خمسمية سبعة وسبعين من الف على في توصيلة النجمة دي رقم واحد رقم اتنين تقل ايضا كمية المادة العزلة المستخدمة في حالة توصيلة النجمة وبالتالي تقل تكاليف العزل في حالة توصيلة النجمة تنعدم ودي بيء حاجة بالنسبة لي تخصص الكارباء تنعدم التوافقيات الثالثة ومضاعفتها وبالتالي يتحسن شكل موجتي الطيار والجهد رقم اربعة تعمل توصيلة النجمة للمؤلد التوافقي على اتاحة الفرصة لتوصيل سلك رابع من نقطة التعادل يسمى خط التعادل اللي هو نيوترال ويعتبر خط التعادل ميذة كبيرة لتوديع القدرة الكاربية اربعة اسلاك في بعض الاحمال مثلا الانارة نقطة التعادل بتديني فرصة اننا اخد مثلا سلك الار مع النيوترال انوار بي امشاقة ممكن اخد اس مع النيوترال مثال يعني اخد الاس مع النيوترال انوار بي امشاقة تانية واخد تي مع النيوترال انوار بي امشاقة ولذلك باستخدم النجمة حتى في طراءنا في مادة التركيبات في اماكن التوزيع لانه يمكن الحصول منها على اكثر من جه اذكر خصائص ملفات الموالدات التوافقية ما هي خصائص الموالدات او ملفات يعني خصائص تعالوا نشوف الاجابة على هذا السؤال ودي مهمة جدا لابنائنا وبناتنا في الشرح بتاعنا اولا لابد ان تكون زاوية الوجه بين كل وجه والاخر مية وعشرين درجة بين كل وجه والاخر لازم طب لازم ليه يا فندم؟ مع حضرتك قلتها لنا في الاول تلتمائة وستين على ثلاث ملفات يتبقى يبقى كام؟ مية وعشرين اهي توصل الملفات على شكل نجمة ليه يا فندم؟ احنا لسه قيلنا من دقيقة بوفر في كمية المادة العزلة يمكن الحصول منها على اكثر من جهد وكمان بقلل قيمة الجهد في الاول توضع الملفات في طبقة واحدة او من طبقتين في المجرد يمكن جنب واحد او جنبين جنب واحد او جنبين دي احنا خدناه في اللف برافو عليك لانك انت هنا حيبقى فيه طرق اللف بالنسبة لي رقم به طب العضو السابت خلص؟ اه العضو السابت هي ايه؟ الهيكل ورقاق العضو السابت وملفاته العضو الداري ينقسم لنوعين عضو دارزه اقطاب بارزة وعضو دارزه اقطاب غاطسة هنا بالنسبة لي الاقطاب هي ايه؟ يعني المنتج او ملفات المنتج قلت عليها هي المسئولة عن توليد القوى دفعة الكارابية اما الاقطاب فهي المسئولة عن توليد المجال المغناطيسي ركزوا ليه ابنان وبناتنا بقول الحتة دي للتوضيح المنتج في الموالدات هي المسؤولة عن توليد القوى الدفعة كاربية أما الأقطاب هي المسؤولة عن توليد المجال المناطيس الدوار لأن احنا في نص المنهج الثاني هنأكس في المحركات تاني الموالدات المنتج هو المسؤولة عن توليد القوى الدفعة كاربية الأقطاب هي المسؤولة عن توليد المجال المناطيسي المجال المناطيسي الدائر بالنسبة لي هنختلف هذا الكلام في نص المنهج بيختلف العضو الدائر لانه عندي نوعين عضو دائر زو أقطاب برزة وعضو دائر زو أقطاب غطسة وده اختلاف اه طبعا كل واحد فيهم له استخدام ولو قدرة بيستخدم فيها ولو مميزات ولو عيوب بناتنا صحين النهاردة مميزات وعيوب معنا ذلك فيه مقارنة برفع عليك ومن احدى المقارنات المهمة جدا في منهجنا هذا العام عندك حوالي اربع مقارنات اولهم المقارنة بس بعد الشرح ان شاء الله ونشرح مع بعض المقارنة بين الاقطاب البرزة والاقطاب الغطسة في المولدات التوافقية قبل من نشرح المقارنات تعالوا نشرح الاقطاب البرزة لوحده والاقطاب الغطسة لوحده تعالوا نشوف مع بعض كده بالنسبة لنا انواع الموالدات في الطائر المتغير الى نوعين. العضو الدائر زو الاقطاب البارزة. العضو الدائر الاستواني زو الاقطاب الغاطسة. اولا هناخد او هنشرح مع بعض العضو الدائر زو الاقطاب البارزة. تلاحظ حاجة كده? الشريحة الوحدة عبارة عن ايه? شريحة من الصلب السليكوني على شكل حزاء الفرس. على شكل ايه? حزاء الفرس. شريحة مجمعة مع بعضها من الصلب السليكوني وتربط مع بعضها عن طريق مصامي الرب وتوضع على حدافة. توضع على حدافة اللي هي بالنسبة لي هنا على الشكل الرئيسي بالشكل ده. على حدافة. طيب بتتحط هنا ازاي على حدافة لو انت خدت بلك من الجزء ده? عن طريق حاجة اسمها? وصلة غنفارية. او دي للحمامة. او وصلة التعشيق. يبقى هي عبارة عن شريحة من الصلب السليكوني المجمعة والمعزولة عن بعضها. معزولة هنا. مش هتكلم عن قيمة العزل. سواء ورنيش او او لاننا بتختلف من قدرة لقدرة تانية. تجمع هذه الشريحة وتوضع على حدافة. وتعمل هنا توصيلة التعشيق او دي للحمامة. او بنسميها الوصلة الغنفارية. تمام? هذه الشريحة يلف حول جسم القطب لو خدت بلك الملف من تحت هنا بيوضع هنا. بتوضع هذه الملفات موجودة هنا كده. زي ما انت شايفة كده الملفات اللي زهرة. دي توضع على جسم القطة. وهنا بالنسبة لي حلقات الانزلاق وقادي عمود الدوران. دي الاقطاب برب عليك البرزة. تستخدم في القدرات العالية. ونصيحة كده السد العالي. الاقطاب البرزة بالزاد. في السد العالي. يبقى قدراتها عالية. صح. قدراتها عالية عدد اقطاب كتيرة. انت حضرتك كده بتقول المقارنة? اه. اه بقول المقارنة. عشان حضرتك وتردوا علي في الاقطاب الغطسة. تستخدم في القدرات العالية. اه. يبقى هنا طاقة. الالة المديرة بتاعتها طاقة الوضع. ده ساقط المياه. حضرتك بتقول السد العالي. عدد اقطاب كثيرة. يبقى صرعاء قليلة. تناسب عكسي. احنا عارفين الكلام ده. بربع عليها. يبقى المقارنة. فهمها. وحفظها. بيجي من نقطة واحدة. ان نعرف قيمة القدرة والطاقة المحركة له. الاقطاب. البرزة بالشكل ده. او العضو الده المرفوض بالنسبة لي. تعالى بقى في الاقطاب الغطسة. لو خدت بالك ابنانة وبانتنا ان الاقطاب الغطسة عاملة زي المبينة اللي انت بتشوفها في الحالة العملية. بس احنا هنا جبنا لك شريحة شريحة. هي عبارة عن رقائق من الصلب السيليكون. مجمعة ومعزولة عن بعضها على هي الدوار. بس تركز في الكلمة اللي جاية. مشقوق بسطحها الخارجي. اه دي التانية بتاع العضو الثابت. مشقوق بسطحها الداخلي. نركز اولي ان كلمة بتفرق. مشقوق بسطحها الخارجي. مجارة طولية. توضع بها ملفات العضو الداية. ومتلونة باللون الاصفر قدام منك كده. تمام? وتجمع او توضع هذه الرقائق على عمود الدوران. لو خدت بالك من هناك. اه دي حلقات الايه? تنزلها. طبعا هنا عدد الاقطاب قليل. والسرعة عالية. كده بقى عكس الاقطاب الغطس. البرزة. صح? حضركم كده ممكن المقارنة تقولوها قبل ما ان انطلعها على شاشتنا. هنا بالنسبة لي برضو بقولها تاني. الاقطاب الغطسة. او في بعض القطب بيسموها الاقطاب الاستوانية. عبارة عن شريح من الصلب السيليكوني. المجمعة والمعزولة عن بعضها. على هيئة دوائر. مشقوق بسطحها الخارجي مجاري طولية. توضع بها ملفات الاقطاب. وتوصل اطرافها عن طريق حلقات الايه? الانزلاق. وتوضع على عمود الدوران. دي الاقطاب البرزة. ودي الاقطاب الغطسة. يعني معنى ذلك احنا جاهزين للمقارنة. طب قبل المقارنة في ملفات ودي حنقولها لان دي لها استخدامات كتير جدا في منهجنا. اسياخ الاخماد او ملفات الاخماد. ابنانا وبناتا هنركز عليها شوية لان احنا هنستخدمه في المحرك التوافقي اللي هو بعد المولدات وفي المحركات التنافرية. معنى ذلك ان هو لو جاء لك موازيفة ملفات الاخماد في كل منه. المولدات التوافقية. المحرك التوافقي. المحرك التنافري. يبقى جامع لك المنحة كله تقريبا. مع ان سؤال صغير جدا. وظيف ما هي وظيفة كل ملفات الاخماد في كل منه. المولد التوافقي. كده بقى انت مزاكر المولدات. طب المحرك التوافقي. مزاكر محرك التوافقي. المحرك التنافري. بقى انت لازل تكون مزاكر الاستنتاجي والتنافري عشان انت عارف تجاوب. معنى ذلك ان انت هتجاوب المنحك بالكامل في هذا السؤال. ملفات الاخماد هي اسياخ من الالمونيوم او النحاس. وفضل نكون من النحاس. توضع اسفل حزاء القطب. لملفات الاقطاب. وركزه. ايوا كده صح صح. توضع اسفل حزاء القطب لملفات مين? الاقطاب. وتقصر على نفسها من الناحيتين. شباب نساحل ما بتتغزاش بطيار. برفع ليك. برفع ليك. ما لان انا قلت هنا ايه? هي اسياخ من النحاس. توضع اسفل حزاء القطب لملفات الاقطاب. وتقصر على نفسها. تقصر على نفسها بحلقتين من النحاس. معنى ذلك ان ليس لها اطراف. ومدان ما لاش اطراف لا تغزب اي طيار. لكن وظيفتها مهمة جدا 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 جدا. تعالوا نشوف هنا ملفات ملفات الاخماد وظيفتها ايه? واحد. تلاش تأثير رد فيها العضو للسنتاج. اتنين. اخماد الاهتزازات التي تؤثر على سرعة التزامن في المولدات. تلاتة. تستخدم كعضو دائر قفز سنجاب لبدء الحركة. ركزوا في الاجابة دي شوية. تستخدم كعضو دائر قفز سنجاب لبدء حركة المحرك التوافقي. في حالة استخدامه كآلة مديرة. خدت بالكم الاجابة فين? للمحرك التوافقي. وايضا ان شاء الله اثناء الشرح حنقول للمحرك التنافري الاستنتاج. ملفات الاخماد من الاسئلة المهمة جدا اللي تجمع. مع انه سؤال بسيط. سؤال ما هي وظيفة ملفات الاخماد فيه كل من. المولد التوافقي المحرك التوافقي المحرك التنافري. جمع ما بين تقريبا تلات تربع المنج فهذا السؤال. ابناء وابناتنا هنبتدي هنا مع بعض نقطة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. اللي انا قلت ايه من ديتين? المقارنات. عندي بعض المقارنات في كتاب الوزارة ودايما خبراءنا واسد زيتنا في الوزارة بيجيبوا منها نقطة او نقطتين في امتحانات اخر العام. تبع عليها درجة كويسة جدا. اول مقارنة قلناها واحنا بنشرحها اللي المقارنة بالعضو الداير قفى السنجاب والعضو الداير الملفوف. اه قصد العضو الدار اقطاب برزة والاقطاب الغطسة. في الموالي الطافق. مقطة زكاء كده وابناء لو بناتنا فيهم الفتنة يا رب يحميكو دايما. ان الاقطاب البرزة اربطة بالسد العالي. اقطاب برزة سد عالي. طيب نقول مع بعض. اه نستخدم في القدرات العالية. رقم اتنين الالة المديرة بطاقة الوضع. رقم تلاتة عدد اقطابها كتير. رقم اربعة بقى سرعتها بطيقة. رقم خمسة قد الاقطاب غطسة. يعني بعيدة عن بعضها. يبقى ما فقد مع نصية كتيرة. وتحد الصفير مزعج. انت قلت المقارنة. انت قلت المقارنة من غير. انت جبت السد العالي على نقطة. النقطة التانية هتبقى عكسها. طب نأكد كلامنا. نأكد كلامنا. تعالوا شوفوها كده شاشتنا جميلة طلعت لنا الجدول بالكامل على الشاشة. بتقول ايه هنا بقى? موالد زو اقطاب برزة وموالد زو اقطاب غطسة. اللي عايز يكتب حيكتب. تعالوا نشوف مع بعض. واحد. يستخدم في موالدات السرعة البطيقة. دي الاقطاب البرزة. طب من عار? الاقطاب الغطسة يستخدم في موالدات ذات السرعات العالية. تمام. يدار بواسطة التوربينات مائية. لحشان احنا قلنا الاقطاب برزة السد العالي بيننا وبن بعضينا كده اهي. هنا يدار بوصل التوربينات بخارية. الاقطاب البرزة. تحدث سفير مزعج اثناء الدوران. طبعا لاني عندي هروب مغناطيس كتير. هنا في الاقطاب الغطسة. لا تحدث سفير مزعج اثناء الدوران. في الاقطاب البرزة. نحنا لسه ايه لنا? عدم انتظام الصغرى الهوائية. بين العضو الدائر والثابت. في الاقطاب الغطسة. انتظام الصغرى الهوائية. في الاقطاب البرزة التهوية غير منتظمة. ومعرد لعدم الاتزان الديناميكي. في الاقطاب الغطسة تهوية افضل ومتزن ديناميكيا. رقم ستة. القطر المحوري. في الاقطاب البرزة كبير. والطول المحوري صغير. في الاقطاب الغطسة. العكس. القطر المحوري صغير. والطول المحوري كبير. المقارنة بين الاقطاب البرزة والاقطاب الغطسة في الموالدات التوافقية. من احد الاسئلة المهمة جدا في امتحانات اخر العام انا بنبتلي معاكم لان احنا بنقول افضل اولادنا وافضل بناتنا يا رب يجيبوا مجميل عالية كلها ان شاء الله تمام طيب لو خدنا بعد المقارنة خدنا اسياخ الاقماد هناخد جزئية مهمة جدا بس عايزة اسأل سؤال والسؤال حضراتكو لازم تجاوبوه مش لازم بقى دي حاجة يعني معروف علل تغزى ملفات الاقطاب في المولدات التوافقية بطيار مستمر السؤال بيغيب بصيغة تلغبط ابنائنا وبناتنا اللي يعني مذاكرتهم ساعات بيكون ظروفهم مش قد كده او ما اروهاش بيقولها بطريقة سؤال زكي جدا علل تغزى ملفات اقطاب المولد الطيار المتردد بطيار مستمر للوهلة الاولى اللي جاب الطيار المتردد للطيار المستمر لكن احنا ابناء وبناتنا ربنا يحميهم ناخد بنا لما قلت اذا قطع موصل ساحة مغناطسية كلمت على ساحة مغناطسية منتظمة فمش ما قولها في السد العالي راح احطوا قطبين مغناطيس مش هديني كهربا اللي انا عايزة طب لما اشيل القطبين المغناطسيين دي ولا حط ما كان منها ايه قالت حط ملفات تب الملفات دي هتديني مجال مغناطيسي الوحدة قالي لا هغزيها بطيار انا قولت مغناطيس دائم يبقى غزيها بطيار ايه اه بطيار مستمر ليه للحصول على مجال مغناطيسي ثابت القيمة والاتجاه وشاشتنا الجميلة هنا راح نطلعها تغزية اقطاب المولد الطيار المتردد يتم تغزية ملفات الاقطاب المغناطيسية بالطيار بطرق مختلف بهدف التحكم في قيمة الجود المطلوب او المقنن لخارج المولد سواء تحت الحمل او في حالة التحميل وتوصل ملفات الاقطاب على التوالي ودي مهمة جدا بحيث تعطي اقطاب مغناطيسية متعقدة ابنان او بناتنا السؤال اللي على تغزية ملفات الاقطاب حنقوله تاني اللي هو ايه علل تغذى ملفات اقطاب مولد طيار متردد بطيار مستمر الاجابة للحصول على مجال مغناطيسي ثابت القيمة والاتجاه والحصول على قطبية مغناطيسية متعقدة الطاب مغناطيسية متعقدة ابنان وابناتنا حاليتنا النهاردة شرحنا فيها ايه شرحنا فيها تعريف المولد ونظرية توليده اللي هي قانون فرضاي شرحنا كمان انواع الا المديرة خدنا اربع انواع خدنا كمان معاها يفضل ان يكون المنتج والعضو الثابت شرحنا تركيب المولد بالتفصيل فوقع عضو ثابت وقل لي يتركب من هيكل ورقائق وملفات وشرحنا كمان العضو الدائر اقطاب برزة واقطاب برزة واقطاب غزة كمان خدنا نقطة مهمة جدا الا وهي اسيخ الاخماد وقلنا الملفات تغزة طيار مستمر ابنانا وبناتنا يا رب نكون اسعدناكم والى اللقاء ان شاء الله في الحلقات القادمة باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته